وإنت ملك يا ظلطة إذا كانت نورة في البيت ولا لأ؟ إيه بترقبها؟ ملكة تستي تسمعها واخداني على الحمي كده ليه؟ هو أنا غلطة إن أنا بتطمن؟ بتطمن؟ بأمرت إيه؟ بأمرت الجيرة، والنبي بوسع على سبع جار إلا بالحق بقى فني ست نورة بس اللي بقى لي بتاع يومين كده مش هيئة أحسن تكون مسافرة ولا حاجة أحسن بعد الشهر تكون عيانة لأ لو عيانة أقول إيه لي؟ أنا مش من هنا وحاسس بغربة ونفس أعمل لحد شربة ها؟ شربها واضطرة وشي النورة يا ظلطة من دماغك واسيبك والنبي بقى من جو الشهامة اللي مش لايق عليك دي الخراب اللي إحنا فيه ده كله من تحت راسك أنت ومعلمك والله العظيم زلمانة يا ست سميحة طول ما أنت حطاني في كفة واحدة أنا والمعلم حسني ده مش عادل عادل؟ مش عادل ليه؟ ما أنت ماشي ورا زي ضله وكله مصيبة أنت ورا فيها والله العظيم جبر بيكبرنا يا ست سميحة بس يا ربنا وحده اللي إحلم ما حزيتك عندي عاملة إزاي؟ إنتي واسيت نورة طب طرقنا اتكل على الله اللي يستهلنا طب تلميلي عليها اتكل على الله اللي يستهلنا طب تلميلي عليها تلمي بقى يعني هي نايمة طايل؟ هي نايمة؟ يا مش فاهم عم صالح أنت ليه مستهون بالموضوع قوي كده؟ وعايزنا أشيل هم إيه بس يا ابن إذا كانت الدنيا ما تسوعش جناح بعود وبعدين أنا مش ولتلك قبل كده إن اللي فيه هم الدنيا يا بها بيط بس يا عم نعطش وتفرج بس نعمل حاجة انت ليه مش عايز تفهم؟ بلدنا دي برا الدنيا والحكومة ما بتسألش فينا بقالها سنين وعزام العدوي ده له في كل حتة بدل الواحد اتنين وعشعة يعني فيش حد قادر عليه يعني؟ ربنا واحده اللي قادر عليه يطر وبعدين إنت عايزنا جيبلك البوليس لحد هنا؟ آه هات البوليس لحد هنا؟ ولو علانه إبراهي ما نمشي روح أي حد؟ هتروحوا فندق ولا القنضة؟ يا ابن سيبك من الكلام ده وركز في اللي إنت فيه يا عبد صالح أنا ماردنيش أنت تقز بسببك؟ بسببك؟ انت مالك؟ ده موضوع قديم وإنت تشكر أنك وفتله؟ إنت اللي تشكر اللي عملته معنا وأنا عمري ما أنسى وفي ده الجنبي بسببك أنا عايز أتضمن عليك بسببك لو عطية جيب بعد المدة والأج والبيت إيه اللي هيحصل؟ لا يحيق المكر السيء إلا بأهله إنت دماغك ناشفى كده لإيه؟ يعني يا عم صالح هنفضل عديم السنين وتفرج عليه ودخل علينا؟ آه آه أزاي يعني؟ يا ابني اللي هو حيعمله واللي إحنا حنعمله قدر ربنا اللي حيحصل سوا إحنا بمزاجنا أو غصب عننا حيحصل المكتوب مفيش منه مغروب يا سليم يبقى نشغل قلبنا وعقلنا باللي ملناش فيه لإيه؟ تركز في اللي بتعمله وسيد بعدين لبعدين يا جدعاء الناس مالمومة كده ليه؟ خدي يا له انت حسين البراعي؟ اوه مرباشة يلا 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 ايه طبا باشا يا باشا دول مفتشتريك يا باشا دول مفتشتريك يا عم يا عم ايه على نفسك يا عم ماقول يا معادي الباشا لم أخزى يا الواد ده وأخدينه ليه؟ خليك في حالك يا عم حسني بس لم أخزى يا باشا الواد ده حبيبي ونفسي تطمن عليه؟ وحبيبك يا أخي هو اللي سرق حاجات إبراهيم السني وفيه أربعة شهود على الكلام ده والنيابة أمرانا بزبط بحقول يا باشا لا حاول ولا قوة تعيدنا بالله يلا الدنيا جرى فيها هيك ده عم يلا يلا ما شوفش واحدة امعلم امعلم بالله عليك ما تسبنا امعلم امعلم الحان وحاة أم اقص عليك يا دنيا بقى الواد الوقت ده يعمل كده فيه من حتته ربنا فوق كاربك يا أبراهيم وترجع لنا بالسلام يا أخويا يا رب بحاول الله الدنيا كله فاني انت بس مستغرب عشان لسه عارفه من قريب بس أنا متعودة منه على كده الدنيا تتشل وتتحد هو ولا كأن في حاجة يا بس كده مصح يا وده كده بإيزي نفسه يا ما قلت له والله بس مفيش فايدة هو متعود من عطيه على كده الغريبة بقى المرة دي بحكاية الجواز الغريبة بصراحة مش غريبة ولا حاجة بعد انت أي راجل يشوفك ما كده يا فكر ان هو يتقدملك أو يتجوزك ما قلت ليش بقى هتعمل إيه بالفيديو اللي معيك؟ معني ما تعودتش أقول للحد اللي عامله بس هقول لي كانت يا سيدي ايه يا سميح ايه يا سميح تمنيني إيه الأخبار بجد خلاص مسكوه مسكوه إمتك؟ طب سميح انا هكلمك تانى سميح هكلمك يا ما انت كريم يا ربك هلو هلو زناتي بص يا ابني الهبهبة بتاعتك دي مش هتنفعك بحاجة انا عند اربع شهود بيقولوا انت كسرقت العهده في واحد شافك وانت دخل المستشفى والتاني انت قلت له فيه عمال كتير في المستشفى لو واحد فيهم شاهد انه شافك كده بقى موقفك يا بقى صعبة قوي ده غير المحلات اللي برا المستشفى انا ممكن اجيب الكاميرات واشوف بقى الشرائط بتاعتها واعرف انت دخلت في اليوم ده ولا لأ احسن حاجة عشان تريح نفسك وتريحني تقول لي ايه اللي حصل بالصبت وتيجي معايا سكة احكيلك قباشة على كل حاجة وما ده ما حسن الضبع انه ايجي على سكتي خليه استحمله زياتي وانت بقى متطمن لفريدة دي قوي كده؟ طبعا متطمن له اكتر من نفسي كمان للدرجات دي؟ بس انت متعرفيش يا وزا انا فريدة دي الوحيد اللي حبتها في حياتي ويا كمان بتحبيني بس اني بس ربنا يكرمني كده ونطلع من المصيبة اللي احنا فيها وحاول نرجع تاني زي الاوكل بس انت متعرفيش بعد اللي عملتهم معي ده كبريت جوا قلبي ازاي لولا اكت الدنيا راحت في ستين داعي وعلى فكرة انت كمان جدعة وعملت معي وجهت كبير ايوه اشك يا ربنا يكرمك ان شاء الله يارزوك بحد جدعة يحبك وتحبيه بس المرة دي باعريس بجد مش كده وكده زي ما احنا عملنا ايه يا ابراهيم وقفت المخبرين دي وقف كده ليه؟ يا باش انا مواغزة انا اعمل كده ليه؟ ابراهيم ده حبيبي وصحبي وابن عدة دي لا يوم كنازيه ابدا على اللي بسألك يا حسني تفسر بايه الكلام اللي قاله زلطة هو هو نفس الكلام اللي قاله ابراهيم الله اعلم باشا بس يمكن يعني ابراهيم لما الزنق وحبي ينجد نفسه قال الكلمتين دول والوات زلطة لما عارف الكلمتين دول قالهم هم 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 وقارد برضه سلام يا باش انا مواغزة فيه مثل بيقول الحرامي بشلده فيه شهود عند حضرتك تثبت الكلام ده انا تحت امرك وانت مش كليك عند فلوس؟ تعمل ليه بس الاحراج جاي ماشا ما تخلي الطبق مستوع هو قارد زنا بإرشين كده ودي تهمله بس سدده سدده؟ انا داير ملي انا حقي خديه كاملا بس الازية ليه ألف بابا باشا انا أزيل ايه؟ مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم ممم في حاجة تانا أعاد تضيفها يا حسني حاسبي اللهو أن أعمل وكيدة باشا في اللي ظلم الراجل الغالبان ده وبهدله هو وعيلته بالشكل ده ربنا انتقم منه بس ايه بقولك يا باش انتنا وين تعملوا ايه مع أبراهين مراقم مش كده الله أعلم ربنا يا أستر ايو أزلاتي مبروك يا نجم ولا نقول كفار أظن أنا كده عملت اللي علي يا زلطة لبس والنيابة شلت اسمك من قضية خلاص أنا القوان بقى يا شبح انت كمان تعمل اللي عليك عروسة نرحل وتروح على بيت جزء ها جهز تنفذ الليلة جاهز اجيبه لك فين وامتى بس اعمل حسابك تسلم نختي في حضني هسلمك سليم ومش هحط صباع تحت درسك سلمت صباعك يا حبيبي اسمعني كده بقى كويس عشان اقولك هنعمل ايه قوله على عروسة اسلمها لك بس اعمل حسابك مش زنات اللي اتكرت على قفاة يعني ايه دقة نقص اعرف اجيبك انت وهي حتى لو فباط نمك عارف يا زناتي وشفت انت عملت ايه في الزبط اللي قدت الدنيا ايه مالك انا بقى هتعمل فيها ايه متخافش يا زناتي انا عارف مصلحتي فيه بس انت اقول لي بس عايز نعمل ايه بالزبط هانیه بالزبط いきط aqui ايه بس طيب مع لش يا حبيبتي مش أنا نبهتك قبل كده أنا بحساتي بنفسي وأنا كمان غصبا عني أنا أول مرة حس الإحساسة في حياتي آه يا حبامتي أول مرة كبرت يا هدى وبقى فيه أول مرة بس أكيد مش هتبقى آخر مرة استهدي بالله بقى لا أحسن والله أجوزك الوادي اللي اسمه أعطية ده وتبقى أنتو لتنين عقاب لبعض بقى أنا عقابي عم صالحة آه طبعا بس أحلم وأجمل عقاب في الدنيا حضرتك نوي تعمل إيه معي؟ من يتوكل على الله فهو حسبه سبيها لله يا بنتي لعل الله هيحلف وعد ذلك أمرا شفت؟ عشان ما كنتش مصدقني أنا برضو على فكرة لسه مش مصدق مستحيل يا ابني إنجي تعمل كده آه يا تامر إنجي بيتخلني بعد كل اللي عملته علشان ها؟ يا ابني استهلا بالله كده وفهمني بشويش قل لي ما خليك متأكد عشاني من كلامك العجيب ده ما يمكن يا ابني الحلال تكون غلطاة تاني يا تامر ما هيفصل لها حاجة ما تخشش العقل يا أحي مرتك بنت الناس المحترمة اللي إنت عيد لها صعوبك العشر وملي عليها في نفسك ليل ونهار هتخونك بس أبقني الحوار ده فيه سوق تفاو آه يا تامر هي اللي عليت ليه بنفسك قالت لك ايه؟ لما الشكل كان هيموتني مسيكت تليفونها وقلبتها في مسينجهات الفيس بوك لقيت كلام بينها وبين الواد اللي هي بصحبها واجهتها بالكلام ده؟ آه ردت عليها بمنتهى البرود قالت ليه هو بيحزن ولو انت ولو انت عندك كرامة الله ونهارسوا على الفقر مين ابن السرم اللي هي بتكلمه ده؟ لسه ما عرفتوش ما عرفتوش ازاي انت بشتقول ليه بنهم كلام على الفيس زفت بآخر بيم سمي نفسه دبور شط دبور بقى ما دبورش هنجيبه نحن قد محلش يعرف يعلم علينا واللي يفكر يحكم عنا يستحمل بقى ازانا مش لما نعرف مين هو هو الاول؟ عرفه مساعت عليها الحرام من ديني تحفرلك اسمك على وش امه حرفة حرف عشان يعرف احنا مين؟ لا تعبان اول يا صاحب تعبان وحس ان الدنيا كله افوقي مانا حاسس بك اقسم بالله حاسس بك يا عم عملت ايه مع بنت الكلب دي؟ اهم بالحيطش اعمل حاجة رامد الكلمتين ومشيط بص اشاني انا عرف ان الحوار صعب بس عشان خاطر لازم نفكر بشويش عشان نعرف ان اتعمل بس المصبوط رسيني دماغك فيه ايه؟ انا مش عارف افكر انا حس ان انا انقصرت بتعارف ان انا طول عمري ماليش في بويه ولا حتى هو حاول يقربني ومن بعد موت ام الله يرحمها وانا ماليش في الدنيا حد ماليش في الدنيا غيرك انت وانجي وهي دلوقتي انجي راحي انا ماليش غيرك انت يا صاحب بس الخير يا نسا فريدة بس امور اترى ايه بقى الحاجة الخطيرة اللي انت جايبانا عشان اعرف ان انطعم قطبعة سيديا انا صلاح بيه؟ انا صلاح بيه مش كنا رحنا معايا يا ابني بدلا ما سيبناي الروح لوحده كده؟ معانيادك يا شيخ صالح او عايزي روح لوحده ربنا عينه بقى كل واحد قدرى بظروفه على رأيك وبعدين دمعه ربنا اللي اقوى واحن عليه من الكل ربنا يوفقه يا رب لزل سلعك يا صلاح بيه؟ ملالي كمين استهانم ما فيش حد عامل لك كمين وبعد انت بسيبت القضية لما انت عارف ان انا سيبت القضية بسميته ويهل انت بتعمله ده كله لزل سلعك واحنا نتكلم شانفة حتى لو كنت سيبت القضية هاليسه راجع الامن وشغلتي ان لو هابلت مجرم لازم هابضع ليه انت عارف ان اسليم بريق يا صلاح بيه بعدين انا جاي النهاردة وجاي بدليل براقتي معي اللي معه دليل براقه يعمل اللي انت بتعمله ده؟ عندك حق بس الدليل اللي معي طلعني بريق قدامك انت بس لكن ما خرجنيش برا القضية بعدين سل نفسك لي انت بزاد دورت عليك مرة واتين وتلقت مش انت زابط حقاني ومحترم وعمرك ما جيت على حد حتى بعد ما سبت القضية غصبا عنك اسمعني نزل سلاحك واسمعني موقع 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 موقعون ابوك أكثر يا هدى مش هنا ويا فك Sammy ويا طرى انت لوحدك pedir حد من رجال اللي چكنا معاش هان هو انسك لما لسانك يا عطية كده؟ ماشي قصة من بالله أنت ما كان ليك اللي أبو مصعب وقل لي أعرف إيش كومك طب يلا انجز بابا دا المهبش فيك شكلك لوحدك صحيح حضر دي النظر إيه إبو سابق ولا إيه؟ عشان عارف إن إحنا عمرنا ما نتعد على حرمة لوحدها؟ الشيخ صالح أبو فضة ما يهربش ولا حتى من الموت هو راح مشوار و سابني عشان عارف إن أنا بعشر رجال من عينتك إنت أو إلي معيك؟ إعيلك كلام يا هدى أنا عمل حساب إنك حرمة لوحدك صحيح بس للصبر حدود فعلا للصبر حدود فيارب بقى تنجز وتقول جاي إليه يا عطية؟ طب بلغ يا أبوك إن بقى بتهوش وإن أقول ما المهلة تخلص بالدقيقة أجيب البيت دا على اللي فيه بالبلدوزر والرجالة سواء فاضي أو ملياني السلام عليكم سمت موسيقى 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 بس الفيديو دا بيقول إنه تامرة كلمكت هو اللي قثر للبنت لكن ما بيقولش مين اللي قتل زياد عشان كده ما وديتوش ان هيبه وجيت لك بيه عشان هيبه عايزة دليل واضح مش فاهمت وصدية قصد انك بعد ما شفت الفيديو ده اكيد مش متكدبني وان زياد صور تامر بعد ما خوطت البيت وجالي بعديها روحت امسك الواد قوتو الزياد ولبسوها لانه هو عشان احنا الواحدين اللي عارفين مجرد كلام نظري انت عارفهم كويس وتعملت معهم كتير وعرف انهم بيرحموش وديهم طايل دلو حتى بعدوك على القضية عشان ممشتش على هواهم وعملت اللي هم عايزين سنة ما مفتكرش انه لطفة والمجد يعمل ده كله لوحده ما هو مش لوحده لطفي ونشأة وحمده وتميم وزناتي ويعالم مين كمان معاه تعز مني يا سليم خصوصا انك عارف انه رسبت القضية عايزك تصدق عشان مفيش غيرك دلوقتي اصغ فيه وافرد صدقتك هتفرق معاك هتفرق على الأقل انا وانت انا بفخندق واحد شاريف شاريف اه امي يا حبيبي تعال انا نجو تعال موسيقى اتفرق 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 اه انا رامي زيك انا رامي زيك انا انا دامر اه انا صحتك من نومة الليه لا لا انا كنت عايزك في موضوع تاني كده مش بخصوص سليم من انصاري اراحي حاجة ليه علاقة بالانترنت وكده طيب شوف معايدك كده لو انفع نتابل ماشي بس الموضوع بالنسبالي مهم رامي اه ماشي يا معلم استنى تليفونك اشكر وده كل اللي حاصل عمي صالح ربنا يا ابني يضل البساتره علينا ويجعل ايده فوق ادينا ان شاء الله وما رميت از رميت ولكن الله هرمه خليها في بالك على طول يا ابني بينا اشترى ان شاء الله يلا بينا نطلع باع المشهور بتاع ابراهيم معلش يا ابراهيم اعطلناك نقول ايامك سليم دي احنا ايضوبك نحسبك اخترز اي انا مش عايز اسمعلك صوت اخوكي تاخر وده مش كويس لعشانك ولا عشانه دلوقتي يجي ابراهيم ليه يمكن يسامني في المصيبة دي ابدا طب ركزي معاك كده عشان نعرف هنعملي بالزبط اخوكي بسلامت وطلع حويت وعشان نضمن ان ملعبش معاك ده نيقه هيدخل هو الاول وراس ليه احنا بقى نعمل ايه هنطلع حوات منه اول ما يجوا نشوفهم استخاب بنتي كده وانت ابراهيم اقول ما يشوفك هيجر عليك وياخدك ويمشي وبعدين؟ ولا قابليهم بقى هو هيجر عليك وياخدك وانا مني الاسليم لانصاري ملكش حقه عاطية تشد عليها بالطريقة دي ده مهما كان ابنت برضه دي بيت كلب في ايه؟ انت متغاز عشان ما تجوزتهاش ولا ايه؟ مين ده حق اللي تغاز؟ انا ابو مصعب برضو اللي تترمي تحت رجله خير النساء الدنيا وخير حريات الجنة كمان ان شاء الله ده كان مجرد حل مش اكتر وهم الخسرانين انه هما مرضيوش بيه طب افرد المهلة خلصت وهم مشيوش هيبقى ايه الحل ساعدة؟ ابو مصعب اذا قالها فعل قصما بعزة جلال الله لو ما استلمتش البيت قبل المهلة تخلص لكون هادد البيت عل فيه وهو إيه اللي هيخليه جي حتى بقطع زي دي كده مطيع براه ده؟ ماتيش غريش بالك بقى انا قلتوله يعمل ايه بالزبط ايفهموا انه هنا ما كان يجي استخب فيه هما الاتنين ولازم يجي عاينه سلام هما مستخبين فين دلوقت؟ واناش عرفني دلوقت انت بترط كتير ليه؟ ما تستانيوا لما يجوا هتعرفي كل حاجة اهو برايم اهو نورا حلق نورا حلق برايم برايم